اشتركوا في القناة في دورتها السادسة والاربعين بعد المئة والتي استضافتها مملكة البحرين برعاية ملكية سامية وكلف جلالته مع علي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بإلقاء الكلمة نيابة عن جلالته معربا عن الاعتزاز باختيار مملكة البحرين لاحتضان أكبر التجمعات البرلمانية الدولية وعرقها مشيدا المجلس بجهود مجلسي الشورى والنواب واللجنة الوطنية المنظمة لاستضافة اجتماعات الجمعية السادسة والاربعين بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة وكافة الجهات المعنية التي ساهمت في إنجاح استضافة مملكة البحرين لهذا التجمع الدولي الهم بعدها أمر صاحب السمو الملكي وليلعهد رئيس مجلس الوزراء بمضاعفة صرف مخصصات المساعدات الاجتماعية التي تصرف لمستحقي الضمان الاجتماعي ومستحقي مخصصات الإعاقة في شهر رمضان المبارك ووجه سموه وزارة التنمية الاجتماعية بمباشرة صرف هذه المستحقات وذلك حرصا على تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر محدودة الدخل في ظل متطلبات شهر رمضان بعدها تابع المجلس من خلال المذكر المرفوع من اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي الإجراءات التي تمت في ضوء أمر صاحب السمو الملكي وليلعهد رئيس مجلس الوزراء في دهلال الجهات الحكومية المختصة بوضع خطط وإجراءات عاجلة تساهم في استقرار أسعار السلع وتوفرها محليا في ضوء تطورات التي أثرت على الأسواق العالمية وقرر المجلس تنبيد تعليق رسوم الأراضي الصناعية المخصصة لتخزين الأغاثية لمدة شهر إضافي لتكون مدة تعليق الرسوم أربعة أشهر كما وجه صاحب السمو الملكي وليلعهد رئيس مجلس الوزراء في دهلال وزارة الصناعة والتجارة بتكثيف حملات التفتيش لمراقبة الأسواق وضمان استقرار الأسعار والتأكد من وفرة السلع الاستهلاكية مع قرب حلول شهر رمضان المبارك ثم رحب المجلس بالبيانة الثلاثية المشترك باتفاق المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وبرعاية من جمهورية الصين الشعبية على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين معربا عن تقديره لمبادرة جمهورية الصين الشعبية باستضافة ورعاية المباحثات السعودية الإيرانية استكمالا للجهود الدبلوماسية العراقية والعملية مشيدا في هذا الصدد بالدور القيادي للمملكة العربية السعودية في دعم الأمن والسلام والاستقرار وانتهاج الدبلوماسية في تسوية النزاعات الإقليمية والدولية بعد ذلك قرر المجلس ما يلي أولا الموافقة على المذكرات التالية مذكرة اللجنة الوزارية للخدمات المجتمعية بشأن تشغيل المراكز الاجتماعية في الفترة المسائية بما يعزز دور هذه المراكز عبر إقامة مختلف الأنشطة في الفترات المسائية ويصب في مصلحة المواطنين والمجتمع مذكرة سعادة وزير العدل وشؤون الإسلامية والأوقاف حول إنشاء مكتب الكشف عن الحسابات والممتلكات وآلية عمله مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن رد الحكومة على ثلاثة اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب كما استعرض المجلس مذكرة اللجنة الوزارية لشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن آخر مستجدات أداء وتنافسية مملكة البحرين ضمن التقارير والمؤشرات الدولية والتي أظهرت تحسن تصنيف المملكة إقليميا ودوليا في العديد من المؤشرات ثم أخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزارية المرفوعة من أصحاب السعاد الوزراء بشأن الاجتماعات التي عقدها سعادة وزير الخارجية حول الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في دورتها السادسة والأربعين بعد المئة والمنعقدة في مملكة البحرين ونتائج المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا والمشاركة في مجلس جامعة الدول العربية في دورته التاسعة والخمسين بعد المئة والمشاركة في مؤتمر سيراويك 2023 والمشاركة في معرض برلين السياحي الدولي وتقويم فعاليات مملكة البحرين للفترة من مارس حتى مايو 2023 ترجمة نانسي قنقر